مرسم الافتتاح ميزتها كلمة السيد رئيس الجمهورية التي استعرض خلالها الأشوط الكبيرة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال إصلاح العدالة وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون السيد الرئيس كدن الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة بثقة الشعب وأسست مؤسسات جمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهة كما عبر رئيس الجمهورية بالمناسبة عن ثقته التامة في كفاءة والتزام القضاة من أجل الاطلاع على أكمل وجه بمسؤولياتهم بشرف وضمير حي غيرة منهم على الارتقاء بالعدالة الجزائرية